موسيقى أسعد الله مساءكم بكل خير متابعين في الأردن نهار اليوم سادة أجواء مغبرة وحارة في عموم مناطق المملكة وحبت رياح غربية إلى جنوبية غربية ناشطة السرعة عملت الحدوث موجات غبارية والتدني كبير في مدر رئي الفقية خاصة في المناطق الصحراوية خلال الساعة القادمة ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وحاد ومتسارع مع بدء عبول لكتلة هوائية باردة قادمة من البحر الأبيض المتوسط توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء مغبرة عشر درجات مئوية وكتالي انخفاض كبير على درجات الحرارة الملموسة عشر الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة توقعات الجوية اليوم غد بالنسبة لألبا باقي مناطق المملكة المنطقة الشمالية انخفاض ملموس وحاد على درجات الحرارة فرقات حرارية واضحة بين نهار اليوم ويوم غد درجات الحرارة بالتزامن مع الانخفاض في درجات الحرارة يتوقع أيضا أن تعطل زخات من الأمطار مع رياح ناشطة إربط 16 إلى 8 عجلون 15 إلى 7 جرش 16 إلى 9 والمنفرق 16 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى ايضا انخفاضات كبيرة على درجات الحرارة مع بقاء الجواء نوعا ما مغبرة هي بقايا للموجة مغبارية تأثرنا فيها خلال نهار اليوم الزرقاء 17 إلى 9 البلقاء 16 إلى 8 عمان 15 إلى 7 مادة 17 إلى 8 والبحر الميت 25 إلى 17 درجات مئوية المنطقة الجنوبية أيضا الجواء تبقى مغبرة الكارك 17 إلى 8 الطفيلة 16 إلى 7 الشوبك 14 إلى 5 ومعان 16 إلى 6 والعقبة ريح نشطة وأترب المثارة 26 إلى 14 درجات مئوية المنطقة الشرقية اذا تبقى تشهد أجواء مغبرة وريح نشطة وانخفاض كبيرة على درجات الحرارة الأزرق 19 إلى 8 الصفاوي 19 إلى 6 ورويش 20 إلى 7 درجات مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء ترجمة نانسي قنقر